اشتركوا في القناة المراكز الدينية الهادفة إلى تعليم الكتاب الحكيم والساعية إلى نشر مخزونه الثري وتبسيط أحكامه والإفصاح عن طرق تجويده تأتي كبيئات روحانية يضرب بها ذلك المثل النموذجي لكل من أراد السبيل الأيسر باستطاعته البحرين مهد الحضارات وحاضنة الأديان بتعدادها تتمتع بتاريخ مشرف مرتبط وبشكل تفصيلي بالعمل القرآني وتدريس آيات الفرقاني بشكل مبسط لا يعصى على كل دارس من خلال ضمها للعديد من المنارات الدينية المتمثلة بمراكز ذات مخرجات علمية وتربوية في منتصف السبعينات من القرن الماضي بدأت انطلاقة أول مركز لتحفيظ القرآن في مملكة البحرين وهذه الانطلاقة المبركة قد حظيت بدعم بالق من القيالة الحكيمة فحصل تطور وقافزة نوعية فكان من الضرورة بمكان إلى إنشاء معهد يلبي حاجة الطلبة الذين يرقبون في مواصلة تعلم بقية القراءات ومن جانب آخر إلى رفع كفاءة معلم القرآن الكريم المجلس العلمي لمعهد القراءات وأعداد معلمي القرآن الكريم هو الأول من نوعه في البحرين وبالمنطقة ككل فهو من يسخر بثلة مختارة من العلماء والأساتذة من عدد من الدول الإسلامية ممن يتمتعون بمؤهلات وخبرات كبيرة في علم القراءات وفي مجال الدراسات القرآنية نحن الآن نخبة بفضل الله عز وجل من البلدان المتعددة بالإضافة إلى مجموعة من العلماء من مملكة البحرين نستنتباح في المنهاج المقرر في المدة الدراسية في الموضوعات التي ستبحث ويرافق ذلك إن شاء الله إن شاء هذا المعهد الذي سيكون عبارة عن إشعاء لنور حضاري جميل جدا ينبثق من مملكة البحرين ليعمى نوره أرجاء الخليج وبلاد العالم العربي والإسلامي أهداف وقيم مزهرة تستلقي في حديقة المجلس المملكة البحرين تزخر بعدد كبير من حفظة كتاب الله جل وعلا هم بحاجة ماسة إلى توجيههم إلى هذا العلم العظيم وهو علم القراءات الذي له تعلق وثيق الصلة بكتاب الله جل وعلا كما يعني المعهد كذلك بتعليم القرآن الكريم وكذلك استهداف معلم القرآن الكريم في الحلقات والمراكز التي تحفظ النشأ ووضع الخطط العلمية المنهجية لتعليم وتحفيظ كتاب الله جل وعلا وجديد يبقى حكرا يلازم آلية عمله الجديد في هذا المعهد أنه خصص من أول لحظة إنشاء مجلس علمي يتولى المهام العلمية والتخطيط للبرامج التدريسية ودي ميزة في سبيل النهوض بالمعهد لأن يعطي ثماره من أول وهلة لا يخضع التجربة مرة وثانية ثم يعاد التنظيم فاختيار مجلس علمي من أول الأمر يعطي دلالة على نمو الفكر وعلى بلوغها النضج إن شاء الله إن التفكر بالقرآن وتدبر معانيه يحتاج إلى رغبة حقيقية تركن نفس المؤمن في التوغل والإبحار بعلومه علوم تحتاج إلى خير متمكن يعينه على الاستدلال بفحواها ومضامينها التي لا يمكن أن تحدها حدود ولا يم يستوعب فيضها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر